السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد في كناتكم تربية بيتي نكمل مع بعض دورة الرومي اللي أنا من يوم ما جدت وتعبت والحمد لله على كل حال بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل دعواتكم لي ربنا نجاني وخفيت الحمد لله طبعا الرومي النهاردة بقى عمره عشر تيام لأن أنا من يوم ما جدت وبعديها تعبت على طول الرومي معانا عمر عشر ايام هقولك تعملي ايه من اول عمر يوم لحد عمر عشر تيام آه علشان تاخدي رومي جميل جدا من غير ما تحطي تحسنات من غير ما تتكلف كتير وعشان يديك وزن حلو وتكمل معاك أجمل وأروح حاجة ممكن تربيها في بيتك هي الرومي ما تقولش لي الأسعار غالية والرومي بيكلف والله العظيم أحلى رومي أحلى حاجة يعني تربيها هي الرومي أكله رائي ما بيكلش كتير امتى يبدأ يأكل معاك وتحسي بأكله بعد عمر ثلاث شهور هيقض شهرين بس يأكل بعد على عمر خمس شهور هتتبعيه هتبعيه هتلاقي ما شاء الله هو دلوقتي لو اتبعه ما شاء الله أسعاره حلوة جدا جدا هيبقى مشروع لو أنت عامله مشروع بجد هيبقى مشروع مربح أنا الرومي ده جبته كان الفرخ بـ 30 جنيه تقريبا جبت معاهم عشر فرخات بلدي بلدي حر عارفين الفرخ البلدي بتاعتنا الأصلي الحر للبيض جبت معاهم عشرة ليه جبت معاهم فرخ بلدي؟ علشان خاطر الفرخ البلدي أولا تدفيهم جاو ساعة وهم هيبقوا سبعة فمش هيبقوا محتاجين تدفئة ثانيا بتشجعهم على الأكل بتاكل كتير ما ببطلش أكل الرومي أكله رئي وبسيط قوي فأنا جبت دول معاهم عشان يجرقوهم كده ويشجعوهم على الأكل بس تحظي طلعت الفرخ دي بلدي 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 حر بتاعتنا بتاعت زمان اللي هي جبانة وعرة وبتخاف من خيالها أول ما تجي تقرب منها تلاها سوضت وجريت دي نعيبها العيب التاني إنها بتنقش في الأرض بطريقة غريبة جدا الفرخ البلدي الأصلي دي فظيع مزيتها بقى إنها ممتازة في البيض صحيح بتطلع بيضة زغنطوطة كده بس بتبقى سكر وصحيح حجمها ما بيجبرش يعني الفرخ البلدي اللي هي الحر دي أوزانها ما بتديش أوزان يعني ممكن تبقى عندها 3-4 شهور ووزنها ما كملش الكيلو كيلو ونص بس بتبقى زي الطلقة في البيض دي أحلى فرخ تربيها للبيض من زيتها كمان إن منعتها قوية عشان كده أنا جبتها مع الرومي وأنا مش خايفة يعني تخافي عليها هي من الرومي الرومي هو اللي منعته ضعيفة فأنت لما تربي مع الرومي تربي معاه فراخ بلدي عادي أي نوع فراخ بلدي بس تكون منعته قوية بقيت عن الساسو هو تربي مع الرومي ساسو لإن الساسو بيقول للمرض انت فن وبينده عليه أساسا بيبقى دايما المزارع شايل المرض فبقيت عن الساسو خالص مع الرومي ولا الفراخ البيضة ولا البط طبعا الرومي عايزة تربي معاه ربي فراخ بلدي حر بلدي حاجين ربي فيومي معاه ما فيش أي مشكلة ربي جمزة بس برضو جمزة منعيتها مش حلو خليكي في البلدي والبلدي الحر والبلدي الهاجين والفيوم دول تقدر تربيهم مع الرومي هيشيروا بعض صحيح تهنوا معاه يعني بيكلوا بيت بقى وكل الدلعة بتاع الرومي الفراغ دي بتاكلوا بس ما فيش مشكلة الفراغ دي بفضل الله وإن شاء الله يعني نوينوا النية لله إن احنا نسيبهم يبيضوا فكده حلوه هيبقوا متأسسين وهيبقوا عظمة فلما تكون يعيزة تربي مع الرومي ربي فراخ تكون هتربيها للبي طيب هنعمل إيه بقى مع الرومي ده أوه أنا عملنا إيه ما فيش تحسنات خالص ما فيش مضادات حيوية نهائي أول حلقة الحلقة اللي فاتت استقبلناهم نفضل نستقبلهم طول الأربعة أيام زي أول يوم حطينا ليهم معلقة زبادي فيتامين الفدال 3 ه وفيتامين ها سيلينيام لمدة أربع تيام والأكل علف العلف تركيز 23% حطيت عليه إيه كنت بحطلهم عليه وكمون مطحون وكسبرة مطحونة لمدة أربع أيام طيب بعد كده هنبدأ من عمر خمس تيام هقولك تأكلهم إيه أنا في طلط خمس تيام أكلهم علف بس تركيز 23% من عمر خمس تيام نبدأ نعمل وصفة دي ميا مغلية حوالي كوباية ونحط عليها معلقتين رز معلقتين شعرية لو عندك مثلا فول معمول جاهز تضيفي عليهم أنا هديهم غلوتين اتنين بس علشان مش عايزاهم يستوه أنا عايزاهم يدوب يبقى طراي بس حبة الفول دي ممتازة جدا عشان الرومي بيحب البروتين أنا كده بقولك أكل الرومي من أول أمر يوم لحد أمر عشر تيام تمام الوصفة دي تقدر تعمليها من أمر خمس تيام للرومي اللي هي رز والشعرية أو مكارونة زغنطوطة خالص ممكن لسان عصفور وشوية فول بعد كده بنصفيها كويس قوي 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 ونبدأ نسيبها تبرد خالص ونحط عليها بقى النشفها لازم بنشف الأكل بنشفها يقيم بدقيق دورة لو ما عنديكش دقيق دورة هيبقى بالعلف علف تركيز 23% ونحط عليها بقى شوية إضافات يعني نحط عليها نص معلقة كركم نحط عليها نص معلقة إرفة نص معلقة كزبارة مطهونة كمون مطهون الحاجات دي عشان الفراغ بتاعتنا أو الرومي بتاعنا يبقى صحيته كويس فيه ايه تاني ممكن نأكله اللي الرومي من أول ما كامل خمس تيام البطوطس طبعا إحنا كنا بنحطله على العلف اللي عايزت تعرفي للأربعة تيام الأولانيين شوف الفيديو أول يوم استقبال لو ما تشعر فيه كتبيلي في التعليقات ونحط لك الرابط بتاعه كنت ببشر له بيض وبحط له حاجات مهمة يعني بعد كده إحنا مستمرين على البيض برضو يعني الأكل ده هحط عليه دقيق دورة أو علف ونشفه به بعد كده هحط عليه أبشر عليه بضايا أو تسلقي معاهم أو لوحدها أحسن بطاطس تسلقي بطاطساية كده نص سلقة عشان متعجنش مش عايزها مستوية نص سلقة وبشرها بالمبشرة كده العمر الخامس يبقى من أول خمس تيام أبدأ أن أنا أحط إما رز والشعرية في يوم أحط بطاطس في يوم لو عايزة مع كل حاجة من دول تحطي الفول أو مية الفول ممكن تحطيها اليوم على الأكل على المية قصدي تاخد مية الفول وتحطيها عليها معلقة زبادي وتسأهلهم ممتازة 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 هتشوفي فعلا الرومي هيبقى يوم بعشرة معاك طيب العمر بقى بعد كده العمر السابع والتامن هقدر أكله بقى أي أكل بيتي عندي عادي بس مش أي حاجة لا لو حاب ترز مثلا فقع على الحلة كده هتبوشيهم شوية مية بعد كده هتدلوق المية وتصفيهم حلوة قوي قوي زي ما انت شايفة كده دول تقدر يتأكل بيهم الرومي بتاعك طب انت ليه هتأكلهم بالحاجات دي من دلوقتي علشان أنا عايزة يتعود برده معايا وفي نفس الوقت الرز من حاجاتك جميلة جدا اللي ممكن تأكلها للطيور بتاعتك وصار اننا نرمي فاحنا هنستغله ونأكله للرومي بتاعنا وطبعا معنا البيضة البيضة تقدر تستمري فيه مع الرومي على حسب قدرتك يعني ممكن لحد سبعة أيام ممكن لحد خمستاشر يوم انت وامكانياتك انا طبعا الرومي ده هحظه كويس شوية معايا انه عندي بطة فكان فيه بط ليها فرسته فطلع حوالي سبع بيضة ما فهمش جنين بعد عشر أيام بنفرز البيض اهم حاجة تتأكدي ان البيض ده ما يكونش فاسد ازاي بتجيبي مثلا علبة كبيرة وتمليها مية وتحط البيضة لو البيضة نزلت تحت البيضة دي سليمة لو قبت على وش المية البيضة دي تفاسدها وتتأكدي طبعا لما تكسريها او حتى لما تسلقيها بتبقى ريحتها بينا يعني لو هي فيها حاجة او مش حلوة بتبقى ريحتها وش فالبيض ما شاء الله كويس هنحطه في التلاجة وكل يوم نعمل ليهم واحدة عشان حرام خصارة يعني نرمي ودي بتطصايا مسلوقة تمام كده أنا بعمل ليهم واجبة متكملة ما شاء الله جميلة جدا وفي نفس الوقت بتوفر معاك الاكل بتوفر معاك العلف وبتأسس لك الطائر بتاعك الرمي تربته سهلة والله ما بيكلف حاجة يعني حتى لو عندك مية واحدة هتربيهم بالنفس الطريقة دي البطاطس ما تسلقيهاش قوي عشان ما تعجنش اسلقيها نص سلعة يعني من 10 ل 10 دقايق بالزبط ما تزوديش على كده في الميا المغلي البطاطس طبعا من الحاجات الجميلة قوي قوي للرومي عملت لهم واحدتين صغيرين كده دي أنا كنت جايبها من من البطاطس اللي فاتت كمان مش من الموجودة دلوقت البيض والبطاطس طبعا كلنا عارفين ان البيض والبطاطس اساسي للرومي هنحط عليهم ايه بقى لو عندك دقيق دورة دي ممتاز جدا ما عنديكيش دي دورة طبعا قلت عبانا ما فمشتريتش دي دورة فهحط ايه بقى علف هنحط علف تركيز 23% اللي احنا بنحطه ليهم هتشوف دلوقتي هعمله ازاي طبعا البصل اساسي من اول الرومي ما كان عنده 3 ايام بدأتنا نحط بصل من اول ما يبقى عنده 3 ايام بتحطي بصل ومن عمر يوم او يومين برضي تحطي توم التوم والبصل دول مهمين لو انت عايزة تربي رومي من غير امراض من غير مشاكل صحية يبقى لازم تكوني عاملة حسابك في كمية بصل محترمة كل ما قطرتي للرومي بصل كل ما خدتي رومي نضيفه صحيته حلوة لانه اسوأ مشكلة بتحصل للرومي هي اللي ميكو بلازمة اللي هو الانتفاخ اللي بيحصل في وش الرومي لو انت حطتي بقى البصل ده ان شاء الله مش هتلاقي انتفاخ ولا اي حاجة اللي هو الورم اللي بيحصل في وش الرومي ده هبشر بصل وهبشر توم الاكل ده بقى بنحطه للرومي طول النهار برضو زي ما احنا متعودين طول النهار وطول الليل بقى هنحط لهم علف صافي تركيز 23% العلف برضو هنضيف عليه اضافات هتعمل لكم في الفيديو اللي بعد كده عشان ما نتلخبطش تحطي ايه على العلف علشان تاخدي معاكي اوزان رومي ورومي صحيته حلوة ومتأسس حصل له حاجة ولا حاجة يقدر يقوم الامراض طعفين الرومي اسعاره غالية ليه؟ مش عشان بيأكل كتير ولا حاجة لا اسعاره غالية لانه من الصعب انه يكمل ويعيش يعني نادر يعني قليل مثلا ممكن تربي ويموت منك لقدر الله فايه السبب بقى اللي خليك تحافظ عليه او ازاي تقدر تحافظ عليه دي اهم حاجة انما من ناحية الاكل الرومي ما بيتكلفش كتير ما بيكلش كتير زي وزي اي فراخ بلدي عادية جدا والوقتي فيه انواع رومي حلوة بتكبر بسرعة على خمس شهور اللي هو الرومي البرونزي التسمين غير الرومي البلدي اللي هو كان زمان اللي لازم يعد سبعة وثمان شهور علشان ايه تلاقي منه اوزان كده بقى انا بمسك الاكل كله واعمله في بعضه كده عايزاه يبقى ناشف مش عايزاه يبقى معجن وبحاول اقسمه برضو عشان محطوش كله مرة واحدة يدوسوا عليه كل شوية كده بحطوله محبة ده بقى الاكل اللي احنا هنمشي عليه او هنفدل بقى كل شوية نحط حاجات مع بعض على حسب المرحلة العمرية تابع معنا الدورة وان شاء الله بإذن الله تأخذي احلى رومي فقالي تكاليف اوها تنسوا